اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم اسرار الحياة زي ما عاودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معنا دي بنتعلم ونستفيد سري من اسرار المهنة طبعا قبل ما ادخل في موضوع الحلقة بتاعتي طبعا بحب اوجه كلمة شكر الجميع العاملين على قناة الصحة والجمال لو هذكر الاسامي هذكر الاسامي كتير جدا بس انا بشكرهم من قلبي بجد فريق عمل كويس جدا بيطلع كل البرامج بصورة جميلة وكل سنة حضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم سنة خالية من الاوجاع والامراض موضوع حلقتنا النهاردة هيتكلم عن التشتيب والدكور او بمعنى اصح فن التشتيب والدكور لما جينا عملنا سرش على شركات التشتيب والدكور لقينا بجد بيحصل مهازل جدا الناس بتعتبر ان الموضوع ده سبوبة وناس بتعامل ربنا مع العمل بتاعهم ولما جينا عملنا سرش لقينا من افضل الشركات اللي ممكن ان احنا نتكلم عليها النهاردة هي شركة دريم هاوس ايجب وفرحتي جدا لما لقيت بصراحة ان اصحاب الشركة دي شباب مكتهد جدا شباب مصري فعلا عايز يقدم حاجة كويسة ما بيجريش ورا المادة لا هو بيجري ورا المصدقية اللي هي اهم من الناحية المادية الناحية المادية جاية جاية بس شرط تكون لها مصدقية شباب طموح شباب مصري اصيل اتخرق مش عايز يعود في البيت لا عايز يعمل حاجة كويسة لبلده ومن اهم الشركات بجد اللي انا اتعملت معاهم هي شركة دريم هاوس هنتكلم النهاردة عن كل صغيرة وكبيرة في فن التشتيب والدكور معنا ومعاكم النهاردة بش مهندس احمد عميرة مهندس مدني والبش مهندسة ردوى حمدي مهندسة معمرية اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك نورتونا اهلا بحضرتك الشباب المصري الأصيل اللي كله حيوية ونشور كل سلام انتو طيبين انتو طيبين انتو طيبين فعلا انا عايز يعمل حاجة ما خدتوش الشهادة وركنتوها لا انتو عايزين تعملوا حاجة لبلاتكم قبل ما تكون لكم اهلا تكلمنا بقى عن شغلك كباش مهندس اهلا شركتنا مختصة بأعمال التشتيبات والدكور وكده تمام اهلا اول حاجة العميل بتواصل معنا مهند بنتواصل مع العميل بنقدم له التصميمات مهندس ونعرف من العميل الاول هو عايز ايه هو عايز ايه مهندس اولاد مسلا نوع التشتيب نوع التشتيب العميل محاجه اه لو مسلا عدد الاولاد بنعمل مسلا على حسب نوع الاولاد لو فيه مسلا بنات واولاد وكده اه بيحتاج للبنات قوضة تمام يبقى كده محتاجين مثلا قطين قوضة للبنات وقوضة الاولاد وقوضة مصدر تمام بتقداروا توفروا المكان دوت وبتقداروا ان انتو تخلقوا زي ما بيقولوا الحاجة المناسبة أكيد طبعاً بنعمل تعديلات معمرية للمكان وبقدر الإمكان بنوصل لطلبات العميل طبعاً أكيد باش مهندسة برضو لازم نتعرف على الجزء اللي حضرتك مختصة به أنا المكتب بيبعث لي التصميات الداخلية دي أنا المتخصصة فيها طبعاً بتواصل مع العميل بعرف هو إيه اللي بيحتاجه في الشأهل مثلاً التشطيب اقتصادي تشطيب مثلاً متوسط فوق متوسط على حسب إمكانياته وظروفه يعني وبنحاول على قدر الإمكان أن احنا نحاول نقدم له حاجة كويسة ببدأ الأول في التصميم مثلاً لو تصميم شقة أو كده بعرف عدد الغرف اللي هو محتاجها هل في قدة غرفة النوم بيكون مثلاً محتاج حمام أو لا محتاج مثلاً مكانها دريسنج على حسب كل ارتياح واحد يعني أنا بفهم من كلامكم أن العميل أول ما بييجي للشركة بتعودوا معاه بيبقى فيه انترفيو كده بتعرفه هو عايز إيه بتعرفه مثلاً الإمكانيات برضو بتاعته هتعمل إيه مش مجرد مثلاً أن أنتوا بتعملوا من دماغه لأ أنتوا لازم بتعودوا مع العميل عشان تشوفه هو بيحدد البقاء المناسب ليه طيب بيبقى برضو عايز أعرف بيبقى فيه زي مثلاً صورة كده واقعية للشقة اللي يعظ فيها يعني من الناس اللي جات لنا بيقولوا لا إحنا بنخليشه في كل الشقة بعد ما تتشطب من قبل ما تتشطب ها المتاحة عمزبت الكرامة بالضبط شغل 3D Max والسكيتشور طبعاً طبعاً لازم بنوريه له كل الكلام ده قبل ما بيستلم أي حاجة بس وبيستلمها زيها بالضبط ما بيكونش فيها أي اختلاص من الحاجات برضو اللي احنا عرفناها أن عالم التشطيب والذيكور ده عالم وسع جداً بس برضو مش شرط ان يبقى أكون حاصل على البكروريس هندسة قسمي كذا علشان أبقى مهند الشوت فيه ناس بيبقى عندهم برضو الخبرة اللي اتأهلهم بالموضوع بس لازم برضو الخبرة مش أي حد ييجي شطاب للشقة بتاعتي فأنا السؤال ده برضو عايزة أسأله لحضرتك انت درست المجال ولا كانت هوية لا إحنا دراسة وهوية وهوية يعني برضو حبيت الاختصاص بتاعك بحيث اللي انت تعمل حاجة كويسة طيب اتكلمنا بقى درست ازاي وهوية ازاي درسين في الكلية البنود بتاعت تشطبط بدأت تشتغل على نفسك بالزبط ازاي بقى اشتغلت على نفسك اتفرجت على فيديوهات مثلا اكسبت القبرة منها لا ادراستما في الكلية وكورسات طبعا والتدريب العملي التدريب العملي طبعا ده مهم برضو يعني مش اي حد ان هو يكتز التدريب العملي برضو شغلانتكم هي مسئولية كبيرة فبرضو احب اعرف المجال اللي انت فيه برضو اتخصصت فيه ولا كان مجرد هوية هو انا اتخصصت فيه دراسة مجالي وكان هواية عندي يعني اللي هو انا دايما عايز اعرف ايه التطور اللي بعد كده ايه الجديد اللي طلع ايه المدارس المعمرية اللي موجودة سواء في الاكستيرير ديزاين في الانتيرير ديزاين ايه التشتبات عايز اقولك ان مجال التشتب والديكور ده بحر واسع جدا يعني لازم تكونوا مع العصر اه طبعا في مدارس كتيرة جدا للتشتبات اه يعني مش خلاص بقى انا بعرف نفس الدزاين ادخل اي شيء اعمله لأ احنا لازم نواكب العصر اللي احنا فيه يعني فيه شواء اتشتبت قبل كده وكان جميلة جدا في الوقت بتاعها مر عليها مثلا تلات اربع سنين خمس سنين لا خلاص بتبقى ادمت اه ادمت طبعا فالموضوع بتاعكم فعلا عايز جهد واكتهاد متواصل عشان تقدر اللي انت تواكب الموضوع ده ايه وبرده بيكون على حسب العميل ما بيكون عايز على حسب ارتياحه بيكون ايه بيبقى مثلا محتاج كلاسيك نيو كلاسيك مودرن على حسب ما هو برضو واحنا برضو بنصممهوله زي ما هو عايز اكيد اه باش مهندس احمد عايز اعرف من حضرتك اين مروح اللي بيموري بالتشتيب يعني انا كعميلة جايه انا معرفش اي حاجة في موضوع التشتيب والدبور وجاية بطلب من حضرتك ان انت تعمل الاشياء بتاعتي على الطب رحم عايز ابقى تكلمني على كل خطوة ازاي حضرتك بتقدر ان انت تعملها طبعا العميل بيختار الباقة المناسبة لي تمام على اساس الباقة بيبقى البونت بتاعتها عندنا باقات باقة اقتصادية متوسطة فوق متوسطة في اي بي الترافو اي بي سوبر الترافو اي بي على اساس العميل اختار الباقة بتاعته بنبدأ بقى فترة التصميمات بنعمل جروب على الواطس الجروب بيبقى عليه بتعملوا جروبات على الواطس للعمر على الواطس طبعا نتواصل كلنا مع بعض بيبقى خطوة بخطوة بالزبط طب اي اول خطوة بتعملوها في الشقة في الشقة التعديلات المعمرية ايه التعديلات المعمرية دي برضه عشان نعرف بتعديلات المعمرية يعني كل عميل بنقيفلو الشقة على قده اه زي بالزبط ما كل واحد دي زوقه خلفه اه اختار الباقة بتاعته بس الشقة بتاعته يعني ممكن مش مناسبة لي اه ما هي اه الموضوع بتبقى مشكلة اخترت مثلا الباقة اللي هي المتوسطة على قده وانا ما تيجي تدخلو الشقة بتلاقو ان هي عايزة الترا الترا يعني مثلا لا مش كده اه مثلا الشقة بتبقى شغل مقاولين وكده اللي عاملنا تمام اه اه حسب مثلا هو عاوز كام اوضاف الشقة انا بحاول اخلاق له واضف الشقة اماكن محتاج ليفنج وما فيش ليفنج انا بعدله الشقة على المواصفات اللي هو عايزة بالزبط انا بفهم تكده على حسب المساحة اللي هو عايزة تتعيمك بالزبط في ناس مش بتبقى مثلا محتاجة لطايلت للديوف لا بتستكفى بطايلت واحد بس او باتروم واحد بس اه في ناس تقولك انا عايزة الريسيبشن بتاعي يكون واسع فبلش الطايلت برع في ناس تقولك لا انا محتاجة طايلت عشان الخصوصية ما يدخلوش على مثلا خصوصية بالزبط ما يدخلوش في جزء القوة بتدلنم بتقدروا بقى انتو تعملوا الموضوع ده اه احنا بنعرض عليه تصميم ومش تصميم واحد بنعرض عليه كزا تصميم وهو بيختار الأنسب ليه ولو فيه برضو تعديل من ناحيته او حاجة عايز مسلا يفتح قطين على بعض لا هاي عايزها قطين مسلا صغيرين على حسب ما هو برض اكيد من المشاكل برضو اللي احنا عرفنا عن شركات التشتبو الدكور المكان الديق يعني معظم دلوقت الشؤق مكانها ديق يعني القوة صغيرة فيها عيوب تحس ان الحطة ديت مش قد الحطة ديت فانتو بتعملوا ايه علشان الموضوع دوت يتحل هو ما ينفعش يكون مثلا القوة تبقى صغيرة واروح احط فيها ألوان غامقة هتضيق القوة عليها اكتر فلا الديكور او الكالرز هي دي اللي بتفرق برضو في الشقة او يعني الألوان الفتحة مثلا بتوسع المكان اللي انت فيه لكن لو مكان غامق او كده تحس انها صغيرة فالألوان برضو بتكون معتمدة على الجزء ده اكيد طب البش مهندس بتحلها ازاي بقى بنوظف كل حاجة في مكانها هو ده التصميمات التصميمات مع المهندسة المعمارية او بس بتطلب منه مثلا ان هو ما يجيبش عفش كبير علشان ما يبقى فيه حاليا مثلا كنبة بتفرد سرير دي بتحل جدا بس مش معقولة تبقى قدة نوم مثلا والصبحة افردها وافردها لا مش بالزبط يعني فيه حاجات عملية بمعنى اصلا حاجات عملية ممكن تحل الموضوع ده حاجات سمارت سمارت اه سمارت يعني مثلا ترابيزة بتتفرد اكتر مثلا مكان اه تمام كده ايه الفارش برضو بيكون ليه عمل كبير جدا ام 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 يعني برضو انتم من الحاجات اللي تتفرسوها مع العميل بتاعكو اه اني مثلا الصفر حدك ممكن تجيبها كده علشان ايه تقضي المكان بمعنى بالزبط احنا بنسلم له الشقة او الديزاين اللي بنورهولو بيكون سري دي او سكيتشوب على حسب بيكون ايه بيكون فيه كل حاجة بمقساتها مظبوطة بالزبط وهو بقى انتو بقى بتتعاملوا مع شركات ممكن ان هي من الالف لليأتي قديك المفتاح من الالف لليأتي تفرش وكل حاجة بالزبط يعني ما يشيلش هم فارش هم سباكة قهربة لا انتم بتتعاملوا مع كل الفئات دي بالزبط بحيث ان هو يستلم الشقة بتاعته كلها اساها سادة بشمهندسة رضواء عايزة عارف برضو هو البشمهندس مدني مهندس مدني حاطك كمهندسة معمارية للفرق بقى الفرق بين المهندسة المعمارية والمهندسة المدنى مهندسة المدنى بيكونun علاقة ان احنا مختصين بأعمال التنفيذ مم لان برضو ان حاطك كلمنا عما جالك 5 فرق برضو عمل التنفيذ عمل التصميم مختصلا بها البشمهندسة اللي هو The診pes немعمارية يعني هي تصميم وتو تنفزوا بالزبط بيتكملوا بعض على فكرة أيوة إحنا الاتنين بنكمل بعض يعني مثلا المهندس المدني هيتلع بالأساسات وبالأعمدة وبالكامرات وبيسلمنا المبنى هيكلي إحنا بنبدأ إن إحنا نصمم لنا دعو بالتصميم الداخلي ويبدأ بعد كده بعد ما أنا بخلص هو بيبدأ بأنه هو ينفذ وساعات أنا برضه بنز إنتوا بقى التنفيذ في إيه بقى باش مهندس البنود يعني المحارة استباكة الكهرباء تأسيسات الكهرباء تأسيسات السباكة تأسيسات التكيفات طبعا تأسيسات الكهرباء ديات لها أنواع التكيف بحتاج أن أنا أسيس لسباكة وكهرباء وفريون بحتاج أن أنا مثلا محارة السراميك كل ده بيبقى موجود عندكم في الشركة يعني أفهم من حضراتكم أن أنتوا عندكم فريق يعني إعداد كبير جدا بتعتمدوا عليه ومش مجرد مثلا حضرتك أو البش مهندسة لا أنتوا ليكم فريق كل واحد ليه كل واحد ليه مهامه اللي بيقوم بيها كل واحد متخصص في حاجة عشان الحاجة تطلع من الحاجات اللي إحنا عرفناها برضو عن دريم هاوس إيجيب إن هي مختارة دكاترا مش مهندسين لا هم مش دكاترا برضو يا جماعة إن هم دكاترا دكاترا لا هم دكاترا متخصصة جدا في أعمال التشتيب والجكور بتعرفهم إزاي أو تواصلتوا معهم إزاي يعني مثلا يعني واصلتوا مع الناس ديت إزاي يعني دين تعتبر إبرة بالضبط فيه طبعا ناس بتكلمنا على الصفحة بشوف شغلهم على أساس إن أنا مثلا شفت شغلهم بشوف أسعارهم والتكلفة بتاعت الشغل بتاعهم تمام بحدد ده مناسب يشتغل معانا ولا لأ وطبعا فيه ناس كتير معارف وكده مشغلين معاناين آه يعني حضرتك برضو اللي بيجي لك برضو بتشوف شغله بالضبط شكله إيه بالضبط قبل ما هو يروح يشتغل في شوق الناس أكيد طبعا أكيد طيب أنا برضو عايزة أعرف منك برضي بش مهندسة من أكتر التصميمات اللي عجبتك جدا اللي أنت بزلت فيها مجهود كبير أنا كان بيجي لي تصميمات قطعة الأرض غريبة جدا بتكون مجهدة إن أنا أعرف أطلع منها حاجة كويسة مش شرط إن أنا أصممها وخلاص لا يعني لو مثلا فيه زاوية حدا في الأرض برضو بتضيقني هتفرق في الفرش مثلا طب إحنا دلوقتي يا ريت بس الشاشة عشان معانا بس الصور البشبغانديس هيعقب لنا عليها من دمن الحاجات الجميلة ديت لاريت بس عقب لنا عليها بش مهندس الحاجات اللي موجودة هنا على الشاشة هنا بش مهندس هنا عقب لنا على الصقوفة طبعا على الحاجات اللي حداك عاملينها السقف في جيبسن بورد طبعا مأكدين المدخل بسي إن سي وفي جنب المدخل ورق حقط والسيراميك ده سيراميك قطع ليزر ستين في ستين تمام وبباب مصفح طيب الشكل ده برضو؟ معمول بالجيبسن بورد مهم والصقوفة دي بقى برضو جيبسن بورد فيه ليفنج وفيه اللي هو الصفرة مأكدين الحيطة بورق حقت السقفي طبعا ديه تورقام مأكدين السقف في السي إ إ ن سي والمتقلب بسرعة مهم برضو من الحاجات جديد ده ورق حاقت الموجود اه ورق حاقت والسق في C&C و جيبسن بورد انت برضو متخاصين في الجيبسن بورد بالضبط طيب دي كرة دي برضو ورق حاقت ده برضو اه يعني انا افهم من شغلكم ان انتو كل حاجة بتعملوها مش جيبسن بورد بساً ولا بالضبط احنا بنستلم من شقة بنسلمها على المفتاح بالضبط وبيبقى على حسن برضو العميل عايزها على المفتاح بتكون كاملة من فرش ومن كل حاجة او بيكون مثلاً عايزها لأ بتبقى ناقصها بس الفرش بيبقى على حسن شغلك في كل المحافظات بش مهندس ولا بس مختصر بمحافظة القاهرة اه لا مش محافظة القاهرة محافظات الدلتا القاهرة الجيزة الهيوبية غربية مونوفية عملت شغلي هناك؟ اه لينا شغلي في كل المحافظات كل المحافظات الدلتا بيبقى فيه فريق بيروح ومرتزمين بالنسبة بقى حكايات الالتزام بيبقى فيه عقود وبنود ما بينك وبين العميل اكيد بتعمل له عقد وكده ومعاد حتى التسليم معاد التسليم طبعاً نازم بيكون في المعاد بالزبط لاني طبعاً من أهم الحاجات اللي المفروض يعني تتعامل معاد التسليم لان انت قلت لي مثلاً سيها سلمك النهاردة وجيت طب يلا سلمني النهاردة لا احنا قدامنا أسبوع بتبقى كارثة لان طبعاً على معاد تسليمك بيحدد حاجات كتير خصوصاً لو زواج الناس عايزة تعمل حاجات في الشقة فطبعاً انتو بتعطلوا الدنيا كلها بالتسليم ده بيتحدد مثلاً بيتأخر شوية لو شغالين في كومبوند علشان تصريح الدخول والكومبوندات معظمها بتبقى مثلاً لها وقت معين في الشغل فمعاد التسليم بيتأخر معانا في كومبوندات شوية بس فترة الشغل ما بتتعداش إلى أربع شهور فترة شغل شهر تصميم وثلاث شهور تنفيذ يعني هم أربع شهور والشقة بتبقى كويسة على المفتاح وفرش وكل حاجة طب حلو يعني مش وقت كبير ده نحنا لما بنجي نعمل شقة بنقعد بالسنة عشان نصممها ونعملها ونعملها طيب وليلي برضو يا باش مهنبسة من الحاجات اللي الفترة الجاية عايزت يعمليها ايه؟ ان انا اطور نفسي اكتر اشتق اخذ كورسات اكتر اطور من نفسي بس هي كورسات اهم حاجة ان انا اشتغل كتير اطلع شغل اكتر اتفرج يعني الشغل المعمري كمان بالذات محتاج ان عينك تشوف كتير وتتفرج على حاجات اكتر ومشاريع معمري كبيرة ودخل مصابقات وكده ده شيء مهم جدا برضو اكيد برضو من الحاجات اللي احنا عرفناها ان اللي تشتيبه الدكور ده مدارس اه طبعا مش مدرسة واحدة ده مدارس عايزين بقى نعرف نوع مدرسة الدكور اللي انتو شغلين بها في الشركة لا احنا شغلين بمعظم المدارس اللي موجودة الكلاسيك النيو كلاسيك المودرن على حسب كل عميل عايز ايه او محتاج ايه او الشكل اللي هو بيرتح فيه فيه مثلا الناس بتلجأ للشكل البهيمي اللي هو الاخصان والحاجات اللي هي تريكو والحاجات دي والالوان الكتيرة فيه ناس بترتح في كده وفيه ناس لا تقولك انا عايزة مثلا كلاسيك اللي هو بيكون فيه بقى الالوان الدهبي مثلا مع بعض مع الكلر اسود كده على حسب زوال عميل على حسب كل واحد ما بيكون محتاج ايه برضه باش مهندس نفسك تعمل ايه بقى في المستقبل او حلمك يكون ايه ان شاء الله هنطور من الشركة مش هتبقى مختصة بس باعمال الدكورة التشتباط هنحاول ندخل اعمال مأولات العامة توردات تسويق عقاري ان شاء الله عايزين توسعه اصلا في بجال الشركة ودي مش احلام الاحلام دين الناس الضعيفة اه احنا عندنا نواية وبنحققها ان شاء الله ان شاء الله بس برضه عايزين يعرف ايه البدائل اللي انت بتستخدموها بدل البدائل الطبعية يعني زي اكيد طبعا زي الرخيم تمام في مادة بديلة للرخيم اسمها بي في سي ماربل دي السعر بتاعها مش غالي قوي مقارنة بايه بسعر الرخيم سعر الرخيم ممكن في اسعار الرخيم بتوصل متر فيها باربع تلاف جنيه طبعا لا في بديل الخشب اسعار الخشب طبعا طبيعية غالية جدا في بديل الخشب بيقدي نفس الوظيفة بتاع الخشب نفس الشكل نفس كل حاجة زي الهدش دي اف اه اه لا الهدش دي اف خشب اصلا لا بديل الخشب بيبقى شبه الخشب بالزبط تمام يعني الحاجات دي برضو بتوفر للعميل بيتباهية نفس الشكل والمنظر بس بتوفر للعميل صحي كده؟ بالزبط برضو عايزة اعرف برضو من حضرتك كلمة شكر توجيها الميد طبعا أسرتي والدي والدتي أخواتي خصوصا أخويك كبير كلهم ويفوا معيك اكيد طبعا شجعوك اكيد احنا طبعا بنشكرهم كمان وانسنا البش مهندس محمد طبعا لا البش مهندس محمد ده بقى ده خاتمة بقى عندي طبعا ده انا لازم اشكره برضو اقول لحضرتك حلمك ايه وكلمة شكر تتوجيها الميد انا حلمي ان شاء الله ان انا اطور من نفسي اكتر واكتر وادخل مسابقات ان شاء الله مع مارية كلمة شكر طبعا بوجيها الوالدتي ساعدتني كتير ووقفت جنبي كتير من وانا صغيرة بجد وقفت جنبي ما تخليتش عني انا ممتنة لها جدا انا كمان بنشكرك يا سيد الرضواء انا قطعت حضرتك بالنسبة للبش مهندس محمد الباشا طبعا يا جماعة هو المفروض كانت الفقرة بتاعتي النهاردة كان يبقى فيها ثلاثة من ضمنهم طبعا البش مهندس المحترم اللي قام وما قام البش مهندس محمد الباش بس للأسف وهو جاي النهاردة حصلت له حدثة بسيطة اعتذر وطبعا احنا هنا كلنا بنقول له ان شاء الله تكون حدثة بسيطة وحمد الله على سلامة حضرتك وان شاء الله ليك بإذن الله فقرة من عندنا من قناة الصحة وجمال برنامج اسرار الحياة بشكركم وبتمنى الحلقة تكون مفيدة ليكم ولينا ان شاء الله ومزيد من النجاح والتفاوض وبكده نكون وصلنا لنهاية الفقرة الاولى استنونا والفقرة التانية موسيقى موسيقى موسيقى